أعتقد أنها واحدة من أفضل البطولات الفرق تلعب بتماسك كبير ويلعبونها بذهن صافي وقوي معظم الأهداف سجلت في الشوط الثاني وحتى بعد التسعين دقيقة وهذا معناه أن الفرق لديها موقف مختلف كل فريق يريد أن يفوز وهذا شيء مدهش مما لا شك فيه أن الحكام تؤدي عملا طيبا وهذا يشمل حكام الـ VAR وهذا عمل طيب جدا ولا يوجد أي شيء يقال أما فيما يتعلق بالمستقبل نحن لا يمكن أن نغير الماضي ولكن نتعلم من الماضي ونحاول أن نتحسن قدر الإمكان حتى يكون المستقبل أفضل مما نتوقع أعتقد أن هناك مزيج من الأشياء التي يمكن أن يتم تحليلها مثل حالة الطقس على سبيل المثال وتوقيت إقامة المباريات الثانية أو الخامسة أو الثامنة هل هذا يؤثر على أداء اللاعبين أم لا ولكن الأهم هو أن نفهم أن كرة القدم تتغير في أفريقيا ولا توجد فرق صغيرة أو فرق كبيرة وفي نهاية الأمر وأنا أعرف أنه في نهاية الأمر الكل سيعمل من أجل أن يحدث الأفضل لكل فريق الأمر لا يتعلق ببلد معين سواء مصر أو أي بلد آخر ولكن هو موقف عام بشكل عام وبالشاء نلعب كرة القدم بشكل جيد وهذا ما نريده